بشرة سارة لمرضى السكر بمصر وزارة الصحة والسكان وفقت على تداول علاج بيتطرح نوعيته لأول مرة في السوق المحلية المصرية طبعا هيكون بيفيد ملايين المصريين اللي عندهم مرض السكر من النوع التاني يحسن من جودة العلاج بيقلل من عدد الأصناف العلاجية اللي بيتناولها المريض وبيخفض كمان مستويات السكر في الدم ولكن من خلال طريقة مفترضة أنها مختلفة من طريق الكولة مش البنكرياس الدواء تم الإعلان عنه أو عن طرحه في مؤتمر علمي شارك فيه قرابة 500 طبيب من كبار الأطباء المتخصصين في علاج مرض السكر وأشادوا بهذا النوع الجديد من العلاج وأكدوا أنه بيمثل طفرة في مجال علاجات أدوية السكر بمصر خلونا نفهم أكتر من الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة العامة بجامعتين شمس وأحد المشاركين في هذا المؤتمر العلمي أهلا بحضرتك أهلا وصح هل اللي احنا بنقوله في الخبر ده دقيق؟ الحقيقة ده خبر دقيق وخبر سعيد لنا كلنا إنه يبقى فيه شركة مصرية بتنتج دواء بمواصفات جديدة وعنده قدرة على تحسين مستويات السكر في المرضى إلى جانب إنه هو كمان بيقدر إنه يحمي المرضى من مضاعفات مرض السكر وخاصة مشكلات القلب ومشكلات الكلا وكمان ده بيساعد على إنه تخفيض ضغط الدم شوية وبيقلل الوزن عند مرضى السكر وخاصة السمان طب خليني أفهم من حضرتك دواء ده ليه مختلف عن أنواع دواء المختلفة في مرضى السكر؟ الحقيقة لغاية فترة قريبة خالص كان فكرة علاج مرضى السكر من النوع الثاني إنه احنا كنا بنفكر إنه ده يا إما يكون نتيجة نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو عدم استجابة جسم المرضى للإنسولين المفرز فعلا اللي هو بيسموه بري ديابيتك أو يعني ما قبل مرض السكر ولا دي حاجة تانية؟ لا القصد إنه وسيلة العلاج كانت بتتناول فكرتين أساسيتين بس اللي هي نقص الإنسولين أو عدم استجابة جسم المرضى للإنسولين لكن بدأت في العشرين سنة الأخيرة تبدأ تنتيجي أفكار جديدة للعلماء إنهم يدوروا على وسائل تانية لعلاج مرضى السكر وخاصة من النوع التاني من ضمن الوسائل الحديثة هي فكرة إنه السكر الزائد ينزل من عند المريض عن طريق الكلاة مش عن طريق إن إحنا نقلل وجوده في الدم باستخدام إنسولين بنسب أكتر أو أدوية تزود إفراز الإنسولين الفكرة دي في البداية كان يعني مستغربين هل ممكن فعلا نحصل على المنتائج منها جيدة ولا لا لكن الأبحاث الحديثة كلها أثبتت إنه الفكرة عظيمة لإنها قدرت بش بس إنها تخلي نسب السكر في الدم المتوازنة وإنما كمان تحمي القلب وتقلل مضاعفات مرض السكر وخاصة في الكلا وتقدر تدي كمان فواية تانية زي تقليل الوزن وده كانت مشكلة كبيرة لمرض السكر بالذات من النوع التاني طيب الدواء ده ليه لما يتم استخدامه أو بيستهدف الكلاة ممكن يكون أحسن من البنكرياز برضو يعني ليه دي ممكن تكون حاجة صحية أكتر موبرو في الأخير مش بيستهدف عضو من أعضاء الجسد ولا يعني المخاطر أقل ولا إيه لا هي الفكرة إنه ده تكامل يعني إحنا كده أصبح عندنا أكتر من وسيلة للعلاج إذا كانت أفكار السابقة إن إحنا نحفز البنكرياز على إفراز إنسولين أكتر أو إننا نحسن استجابة الجسم للإنسولين المفرز أو الإنسولين اللي بناخده من برة فكان ده ليه أثار جانبية شوية لأنه الإنسولين زي ما حضرتك تعرفي بيزود الوزن شوي وكمان ما كانش كان المرضى دول بيتعرضوا لمضاعفات بنسب عالية الدول الجديد الحقيقة لا يعمل عن طريق البنكرياز بالمرة وإنما هو بينزل أي سكر زيادة في البول وبالتالي يقدر المريض يتخلص من أي سكر زيادة إلى جانب ولما السكر بينزل ده بيساعد المريض على إنه كمان وزنه يقل طيب لحضرتك بتقوله ده مش ممكن يكون فيه تخوف من إنه أي حد عايز يفقد وزنه يستخدم الدواء ده حتى لو هو مش مريض سكر؟ هي يعني لغاية دلوقتي الدراسات بتقول إنه ما نقدرش نستخدمه كدواء لإخلال الوزن بس لكن هو في المقام الأول نقدر نعتبره دواء لعلاج السكر وكمان الفايدة التانية إنه هو بيقلل الوزن لكن تقليل الوزن عن طريق الدواء بس وخاصة لمرضى لا يعانون من السكر خاطئ يعني يعرضهم لبعض المشاكل ولم تنتهي الدراسات إلا استخدامه للسبب ده بالزيد طيب الدواء ده هل تكلفته ممكن تكون أقل من الأدوية المعتادة؟ يعني إحنا دلوقتي فهمنا إنه ممكن يكون صحيا أفضل طيب كمان ماديا بقى هل هيكون أفضل ولا في نفس الوضع ولا أغلى ولا إيه؟ هي الفكرة إنه إحنا مش بنبص على التكلفة لتكلفة المباشرة التكلفة المباشرة هو سعر الدواء أغلى من بعض الأدوية الموجودة في السوق اللي هي ممكن استخدامها استخدام عن طريق الفم لكن كون الدواء بيقدر إنه يقلل المضعفات ويحمي المريض من مشاكل تانية فنقدر بالشكل دا نعتبر إنه يقلل تكلفة لأنه إذا كان المريض بيعاني من مشاكل القلب فهيتكلف تكلفة تانية لعلاج مرض القلب فده كمان بيعالج مرض القلب بالضبط كده بيقلل المضعفات وبالتالي بيسمح للمريض أنه يعيش حياة كويسة من غير مضعفات ومن غير تكليف لعلاج مشاكل صحية تاني طيب الدواء ده هيكون برضو من خلال برضو يعني دواء من خلال الفم ولا يعني الحقن المعتادة زي الحقن المعتادة اللي بيأخدها مرض السكر هو الحقيقة مثل الدواء كمان انه هو بنقدر نستخدمه عن طريق الفم وبالتالي ده ممكن يعني انه هو يساعد في انه هو ينزل السكر من غير ما نستخدم ادوية عن طريق الحقن زي الانسولين وزي بعض الادوية الاخرى طيب امتى ده هيكون موجودة عندنا في مصر الدواء المصري الحقيقة بدأ يظهر في السوق من شهر سبتمبر اللي فات وتقريبا لغاية دلوقتي اكتر من عشر تلاف مريض بدأ يستخدموه والنتائج الحقيقة مبهرة وكانت رائعة جدا وده اللي خلينا الحقيقة يعني نستفيد من انه وجود شركات مصرية بتصنع ادوية عالمية بجودة على مستوى راقي يعني وعي احنا عندنا مرض سكر قد ايه تقريبا مصر الحقيقة يعني نسبة السكر فيها عالية شوية وتعتبر من اول عشر دول في العالم عندها عدد من المرضى للسكر ومتوقع انه عدد المصريين اللي بيعانوا من السكر انه يزيد الـ IDF متوقع متوقع ان هو يزيد يزيد لانه احنا للأسف انه زيادة الوزن والسمنة عندنا في مصر بدأت تزيد وبالتالي بدأ يبقى مشاكل زيادة الوزن منها السكر تزيد اكتر احنا تقريبا ترتبنا على العالم التامن في عدد مرضى السكر ومتوقع ان احنا نوصل السابع او السادس على سنة 2045 طيب خليني اسأل حضرتك السبل كمان يعني احنا ما اعتقدش ان احنا هنكتفي بس بالدواء ويمكن حتى شفنا من خلال مبادرة 100 مليون صحة ازاي بيتم التعامل على توعية المواطنين ازاي نقدر نستغل الدواء والتوعية في ان احنا يعني ما نوصلش لان احنا نزيد فعلا ده عندك حق فيه احنا دلوقتي الحقيقة يعني اذا كانت المنظمات الصحة العالمية بتقول انه مصر مرشحة الى انه عدد المرضى يزيد فيها فلازم فعلا المبادرة باننا نوعي الناس الى انه زيادة الوزن وزيادة السهلاك السكريات وقلة الحركة من العامل المهمة جدا انها تزود مرض السكر وبالتالي ده يقدر يخفط شوية من عدد المرضى اللي بيعانوا من مشكلة السكر لانه زي ما حضرتك تعرفي انه مرض السكر مش مرض يعني او هو مشكلة صحية بيبقى فيها مضاعفات لازم نتوقعها ولازم نبعد عنها خلني اسأل حضرتك على اليمكن في بداية كلامنا كنت بسأل حركة على البريداداتك او فيه نوع من انواع المرضى اللي هم على حفة ان هم يدخلوا فيه النوع التاني من مرض السكر هل الدواء ده ممكن ينفع معهم؟ ممكن بس الحقيقة توصيات العالمية بتقول انه في البداية لازم اول حاجة انه الناس دي تعمل تغيير الاناط الحياتية اليومية لازم انها تنظم اكلها لازم تبدأ تعمل رياضة لازم تقلل من الوزن لازم تقلل من استهلاكها للنشويات والدهون بشكل يعني معقول ده في المقام الاول لكن بعض الادوية بنقدر نوصفها دلوقتي للمرضى في مرحلة البريدادات زي ما حضرتك بتقولي الادوية دي يعني بدأنا نفكر او بدأ يبقى فيه توصيات على اننا نقدر نستخدم بعض المكونات الدوائية انا حقول الاسماء الكيميائية بتاعتها يعني زي المدفوع من مثلا او بعض فيه تجارب كمان حديثة بتتعمل على يعني اكتر استخدام اكتر من دواء في المرحلة دي اكتر من دواء اكتر من دواء بنفس المادة الفعالة اللي حريك ذكرتها لا مش نفس المادة الفعالة هو استخدام المادة الفعالة دي لغاية دلوقتي محصور على استخدامه في المرضى اللي تم فعلا تشخصهم انهم يعانون من السكر من النوع التاني لكن في مرحلة البريديابيتس اعتقد انه في الايام اللي جاية ممكن يبقى فيه وجهة نظر او فكرة في استخدامه مبكرا للمرضى دول علشان يستفيدوا منه وبالتالي ده بيساعد على انه يمنع المضافات عن دول طبعا يعني نتمنى الصحة للجميع يا رب بشر حضرتك دكتور اشرف اوخبام ورئيس اقسام البطنة العامة بجامعتين شمس واحد المشاركين في هذا النقطمر العلمي المهم بفتح حضرتك على وجودك معانا بعد الفاصل نكمل معاكم جولة نفيديو